هذا سؤال يمكن أن نجي فيما بعد ونحن نتحدث عن المستوى العالي ولكن عندي واحد سؤال هو أنه لطالما ألقينا باللائمة على الأندية والجامعات الرياضية في أنها لا تطبق الحكمة الكاملة وأنها لا تمتتل لأحكم وتشريعات القانون التربية البدنية 30 سفر تسعود ولكن ألا تلاحظون معي سيد الوزير أن وزارة الشباب والرياضات تتحمل المسؤولية في هذا كله لما نتكلم على إجراءات أو نصوص تطبيقية لا تصدر إلا بعد عشر سنوات يصدر قانون التربية البدنية والرياضة ألا تعتقدون معي أن الوزارة تتحمل فيها دمسؤولية وربما هذا يطرح سؤال هل الوزارة وزارة الشباب والرياضة تتوفر على الخبرات القانونية الضرورية لتعامل مع مثل هذه الأشياء لأنه كل شيء يضرب القانون لما القانون ما يطبقش الرياضة أول مجال يمكنه يضرر وزارة الشباب والرياضة فيها طاقات وفيها خبرات الدليل أنه انتجنا حوالي 15 نص خلال سنة ماذا لا يوجد الإشكال في الطاقات وفي الإرادة هنا لا يمكنني أن نتاقد شيء واحد لكن أنا جئت وعملت على هذا الأمر لأنه هو المدخل الرئيسي لأنه يجب أن نتطبيق أنت لا يمكنك تعيش معنا في البداية كان واحد ثقافة سائدة أو إشعة أو ما بأنه سيزيره وسيبلوكي يأتي جمعيات من جميع أنحاء المملكة الذين يأخذوا الاعتمادهم لأن المكونات الجامعة ومع الجمعيات المعتمدة يجب أن تكون معتمدة من طرف وزارة الشباب والرياضة يجب أن تمرس الرياضة لأنه لديه شروط لا يمكن أن تمرس الرياضة هذا يسميه الرياضة الجماهيرية التي لا تدخل في المنافسات لا يمكن أن نشط تنشيط الرياضة لكن الرياضة التي لديها مجموعة الشروط هذه خصة الميكانيزمات ديالها